بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجزء الخامس معنا لليوم في هذا الجزء راح نكمل النوع الرابع من الإليزا اللي هو الكمبيتاتيب إليزا اللي بدك تعرف هو أنه الكمبيتاتيب إليزا شوي المبدأ تبعها بيختلف عن الثلاث اللي قبل كيف يعني يا مس بيختلف كلمة كومبيتاتيب أصلا يا جماعة يعني تنافس يعني مثلا أنت بتتنافس مع زميلك على العلامة على أشي معناتوا أنتوا أشي يا جماعة بناتكم تنافس بناتكم كومبيتاتيب طيب يا مس التنافس وان بدي يكون يعني إحنا مش فاهمين يعني التنافس بين إيش وإيش بدي يكون أول شي بدك تعرف هو أنه في هذا النوع من الإليزا إذا أنت بتدور على الأنتجن في عينة الدم إذا أنت بتدور على إيش على الأنتجن في عينة الدم تمام هاي أول شغلة تكون واضحة عندك هلا أشوف شو رح يصير هلا أنت رح يكون الرئيجن تبعك عبارة عن شو عن أنتبادي عادي بتحط هالأنتبادي اللي هو وان بيكون موجود أنتبادي اللي وان بيكون موجود اللي بيكون موجود في الرئيجن أو بالكاشف تبعك بتحطه طبعا أنا رح يطلق رح أشرح على العين البوزر بعدين رح أشرح لك على العين اللي قتف طيب هلا أنتبادي أنت بتحطه في الويلز اللي بنسوي فيها التفاعل أو في الفراغ أو اللي هي التجويف أو الفراغات اللي بتكون موجودة في المايكرو تايتر بلايك بتحط عليها يا جماعة الرياجنت اللي هو عبارة عن البرايمري أنتبادي أو الأنتبادي طبعا هو في شي غيره تمام؟ هلا بعدين شوف هلا بعدين بتحط عينة الدم اللي أنت بتدور على الأنتجن بوافرها ايجت念 تاني يعني كيه بتكون المادة واحد والمادة اثنين المادة اثنين هي بيكون عبارة عن أنتجن لكن الأنتجن هاض بيكون لابلت وإنزايم أو بيكون عليه إنزايم هاي زي ما أنتو شايفين انا حتطلق هايو الانتجن اللي عليه لابلت بيكون زي هيه عساس أنه هذا هو الإنزايم عساس إنه هذا هو الإنزايم تمام والأنتيجين اللي من عينة المريض إشمله بيكون ما عليه نابل طيب هلأ في حالة الوزيتيب شو بصير بصير في عندي تنافس بين الأنتجين اللي هو من عينة المريض مع الليبلد أنتيجين أو الصناعية أو الأنتجين اللي أنت حطيته اللي عليه من فوق إيش اللي عليه من فوق INXYM بتصير دايما منافسة بيناتهم لكن المعروف انه وجود الانتجن اللي من السامبل او علاقة الانتجن اللي بيكون من السامبل مع الانتي بادي تمام اقوى فطالما انا في عندي انتجن من السامبل موجودة انتجن من السامبل او العين اللي عندي بوزيتف رح يرتبط عندي الانتجن اللي من السامبل مع الانتي بادي اللي من الرياجنت تمام بينما اللابلد انتيبادي تمام او اللابلد انتيبادي اللي هم الانتيبادي مع الانزايم رح يضلهم ايش يا جماعة رح يضلهم على جنب رح يضلهم على جنب يعني ما رح يرتبطوا ليش لانه قدرة الانتيجين الاصليات او الانتيجين الطبيعيات اللي هم من عينة الدم على الارتباط اكتر من قدرة الانتيجين اللي هم عليهم لابل او اللي هم عليهم انزايم من الارتباط هلا اللي بيصير عندك في الحالة هاي إنه إذا كانت عندك العينة positive تمام ما رحي هلا أنت طبعا بتضيف كمان شو بتضيف عندك substrate بتضيف عندك إيش substrate أكيد دايما بدك تضيف substrate هلا إيش اللي بيصير عندك بيصير عندك إنه كل ما كانت كمية الانتجن الموجود عندك في العينة أكتر تمام رح تكون عندك قيمة قيمة التفاعل أو قيمة التفاعل بين الانزايم والسبستريت أو قيمة البرودكت اللي طلع عندك إيش ماله أقل ليش هلا أنا فرضا حتى تفهم معي الفكرة لو أنا فرضا عندي خمسين حبة من الانتيبادي كويس أنا عندي إيش عندي خمسين انتيبادي تمام فرضا في عينة الدم تاعة المريض في عندي فرضا ثلاثين انتيبادي كويس في عندي عفوا ثلاثين انتيجن وعندي طبعا إنت رح تحط كمان إيش رح تحط كمية انتيجن من مين من وين من اللي هم من الرياجنت وفي عندي عشرين انتيجن اللي هم هدولا إيش مالهم هدولا غير طبيعيات وهدولا إيش طبيعيات طبيعي تمام هلا مين قدرته حكينا على الارتباعة أول التلاتين يعني هلا برتبط عندي أنا التلاتين تمام بعدين اللي بيضل من الانتيبادي برتبطه مع إيش برتبطه مع العشرين اللي بيضل من الانتيبادي برتبطه مع شو برتبطه مع العشرين هلا مين هم اللي بتفاعل معهم السبستريت هل بتفاعل مع العشرين ما بتفاعل مع التلاتين رح يتفاعل مع العشرين لانه لا تنسى انهم هم العشرين اللي عليهم الانزايم هم العشرين اللي عليهم الانزايم هلا معناته كل ما كانت كمية الانتجن الطبيعية الموجودة اكتر كان التفاعل اشماله اقل كأنها العلاقة عكسية كان التفاعل اقل وكل ما كانت الكمية الانتجن الطبيعية أقل كل مكان التفاعل أقوى وكل مكان اللون أغمق وكل مكانة القراءه أعلى طيب لو أنا العيني عندي نيغاية بالمرة يعني نهائيا نهائيا أنا ما عندي ما عندي أنتجن لكن عندي لابل أنتجن الانتجن شيئا عندي انتجن العصريلي الانتجن الغير طبيعياث انتجن انتو ودى وجهدا عندي الملحق بأول طب ميس شو بتكون القراءة في هاي الحالة مش انت عندك خمسين حبة خلص الخمسين حبة تمام بترتبط مع اللابل هلا انت الجهاز بميز لك الجهاز بحكي لك انه خمسين والله ارتبطوا خمسين حبة من الانتيبودي معها خمسين حبة من اللابل فبتعرف انها النتيجة ايش نيجاتيف طيب لو حكالك ارتبطوا مثلا خمس وعشرين خمس وعشرين معناته انت بتعرف اوكي انه المريض مصاب ونسبة اصابته مثلا نص طيب لو ارتبطوا عشرين مع ثلاثين بتعرف انه مثلا نسبة اصابة المريض هذا التلت لكنه مصاب هلا في حالة انه مش مصاب بالمرة كي بتبيني النتيجة زي ما حكينا بتبيني النتيجة انه بعطيك الجهاز بعطيك الريد القراءة انه خمسين انتيبودي تمام ارتبط مع ايش مع خمسين لابل انتيجن يعني يا جماعة بيكون في الحالة هاي او في النوع هذا من الالايزا بيكون معروف قديش كمية الانتيجن اللي حطيتها مثلا انا حطيت 50 حبة حطيت 30 حبة حطيت 40 حبة بيكون معروف بالضبط قديش كمية الانتيبودي اللي انت حطيتها ومعروف قديش كمية اللابل انتيجن اللي انت حطيتها كل مكان عندك زي ما حكينا في حالة النتيجة بيكون عندي خلص انا حطيت 50 انتيبودي وحطيت 50 لابل انتيجن بتلاقي انه التفاعل صار او بيعطيك قراءة انه في صار عندي تفاعل بين 50 لابل انتيجن و50 انتيبودي فبتعرف انه انا ما عندي انتيجن اصلا في السيرم لكن لو انا عندي انتيجن في السيرم فعلا والعيني تبعتي بوزيتف تمام وحطيت كمان اللي هي اللابل انتيجن هلا هون حسب التركيز حسب كمية الانتيجن الاصليات او الطبيعيات اللي عندك بيعطيك بيعطيك الجهاز قراءة بيعطيك الجهاز قراءة يعني الجهاز بيحكي لك انه في عندنا انا صار في عندي تفاعل لعشرين حبة من مثلا من اللابل و30 حبة من الطبيعي فلا تخافوا الامور بتكون محسوبة ومدروسة هاي بالنسبة لالتنافس بين الانتيجن الطبيعيات مع الانتيجن الصناعيات اللي هم اللابل مع الانزيم النتيجة التنافس هذا بتبين حسب كمية الانتيجن الموجودة عندك في استامبل بتمنى يا جماعة انكم تكونوا فهمتوا انواع الالايزا الاربعة رح هلا ابدأ امر معاكم على كل السلايدات اللي موجودة عندك في الكتاب واخر اشي طبعا رح نرجع للسلايد اللي تركناه انا مش ناسيته ليه زي ما تعلميني زي ما هي عليك وصفحها او ابسط انواع اللي لايزا ه LIKE طبعا ليشçarموه الاربعة لايك لأنه في فقط وان انتيبادي اذا متذكرين في فقط ايش؟ وان انتيبادي هايوا فقط انتيبادي واحد واش ما فيه برايمري وسيكندري بس في ايش؟ طيب cinigailバイmary انتيبادي هاذا اش بيكون عليه؟ هو الكونجادي انزايم. وهذا الكونجادي انزايم ما عسى سبس 3 بيعطينى طبعا كلار برودكت. لا سيكندرى انتي بادي وركويرد. او لا سيكندرى انتي بادي يكون موجود. طيب بالنسبة عندك لا الانديريكتت اليزا. بدك تعرف انه انا طبعا بكون عندي تو انتي بادي. بكون عندي برايمر سيكندري وانهم ايش برتبطوا فوق بعضهم البعض. طبعا بحكيلك اول شي احنا منحط طبعا الانتيجن الانتيجن طبعا بكون هو موجود في الرياجنت بعدين البرايمري انتيبادي اللي هو انا بكون موجود عندي في عينة الدم بعدين منحط السيكندري انتيبادي ليش بيكون على اللي بيكون على عليه او بيكون لابلد ويد انزايم بعدين طبعا شو منحط منحط السبستريت اللي بتحول لبرودكت بحسب كمية الانتيجن اللي عندي حسب كمية الانتيبادي اللي عندي طيب جينا على النوع الثالث اللي هو الكومباتيتف الايزا الكومباتيتف الايزا زي ما انتم عارفين انا بيكون في عندي ايش بيكون في عندي سامبل انتيجن يعني الانتيجن الطبيعيات الموجودي في العينة وبكون في عندي ثمام انتجن شمالهم لابلد ويد انزايم او كونجيجايتدicer كونجيجايتد يعني مركب عليه يعني مرتبط معه تمام suitable كنجيجايتد يكون في عندي نوعا من الانتيجن الانتيجن الطبيعيات وانتيجن المصنعات او المرتبط فيهم الانزايم زي ما حكينا طبعا بتنافسوا على الارتباط مع انتيبادي اللي هو كمان بيكون الجايب من الرياجنت insufficient ستيجة هذا الارتباط او حسب بتنافسه بيناتهم بينات بعض دائما بتكون الغلبة للانتيجن الطبيعية عن الانتيجن اللابل تمام حسب بحكي لك كل ما كانت عندك نسبة الكمبليكس اكتر اللي عمالها بتتكون كل ما كان عندي انا تركيز الانتيجن اللي منعينتي الطبيعيات اكتر بيكون عنا الكمبليكس او الرياكشن اخف ليش؟ لانه هو من اللي عليه الانزايم اللي هني الانتيجن الصناعيات كل ما انت عبت الانتيبادي هدول بانتيجن طبيعية راح تقل نسبة الانتيجن الصناعية المركبة وراح اتقل كمية الفحص هدول السطرين الغيل اياهم ما بدي اياهم مشان ما يخربتوك طيب، بالنسبة للساندوش الايزا طبعا هي الموثر ريلابل مثوbody的 بين全 الطرق وهذا كان سؤال كامل من المستحر الطابق أنت Пон مستحوص clcent massage عنك 2 antibodies يعطي لك إنوا بكون في عندي أنا أنتبادي من فوق وأنتبادي من تحت وأنو الأنتبادي من فوق بكون لابل ويد انزيم لابل ويد انزيم هاي يا جماعة طبعا هاي الصورة بتوضح يمكن اللي أنا رسمت للكم إياه كان أوضح فهاي الصورة فقط توضيحية هاي الصورة توضيحية الدايركت والساندوش هو الكومبتيتف إليزا شوفوا كيف التنافس بيكون طلعوا هاي كيف هاي أنتجن طبيعي هاي أنتجن لابل هاي انتجن طبيعي هاي انتجن لابل وشوفوا كيف بصير تنافس بيناتهم على الارتباط مع الانتبادي طيب هلا هون بحكي لك عن النيكاتف سامبل والبوزيتف سامبل وانا يعني شرحت لكم كل طريقة بالبوزيتف سامبل وبالنيكاتف سامبل شوفوا كيف لما يكون انا عندي بوزيتف تمام انه كيف يكون عندي السيستم مثلا هاي ساندويش الايزا مثلا هاي عندي انتبادي من تحت فوق بالنص انتجن ومن فوق انتبادي لابل دود انزايم وهاي السبستريت اما هون فخلص ما بيكون في عندي اشي اصلا ولانه اصلا احنا بنعمل واشنج بين كل خطوة وخطوة هاذا الاشي بخلي اي اشي انباوند او اي اشي مش مرتبط انه اي اشي يا جماعة انه يختفي طبعا في عندي هون بحكي لك العلاقة بين الكنسنتراشن والاوبتيكال دينستي هلا هاي في شغلة بدي احكيه عن الريدر الريدر يا جماعة هو بيشتغل بنفس مبدأ عمل سبيكترو فوتومتري يعني فيه جوات ولمبة كل ما كان عندك عدد الكمبليكس اكتر بيعطيك ايش امتصاص اكتر يعني كل ما كان عندي انا عدد او كمية الانتيبادي انتيجين كومبليكس اكتر رح يكون ايش عندك الامتصاص يا جماعة رح يكون عندك الامتصاص اكتر فرح تكون العلاقة اشمالها طردية فالريدر جواته لمبة ميس يعني ويفلينك لا مش ويفلينك تما ويفلينك خلص انت بتحط المايكرو تايتر بليت كله بتدخله في جهاز الريدر تمام بعد ما تحط طبعا كل انواع الريدر انت بتدخله في جهاز الريدر هلا جهاز الريدر شو بيعمل كل ما كانت كمية الكمبليكس اكتر كل ما كانت نتيجة الامتصاص اللي بيسجلها اكتر فنتيجة الكونسنتراشن رح تكون اشمالها اكتر نتيجة الكونسنتراشن رح تكون اكتر هلا رح ضل عنا الجزء الاخير من الفيديو رح اراجع فيه او رح نحكي فيه عن خطوات عمل فحص الالايزا ايش منحط قبل ايش وايش منحط بعد ايش اللي هي هاي البروسيجر اللي مش كتير واضحة رح احاول اشرح لك ايها ورح نرجع لالسلايد اللي فشأنا عنه رح نرجع لالسلايد اللي فشأنا عنه طبعا هون حاطط لك هاي الديريكت كومبتيتف والإندايريكت زي كل الحكي اللي حكينا زي كل الحكي اللي حكينا بس بدي احكي لك شغلة في الكومبتيتف الايزا العلاقة ما بتكون هيك العلاقة بتكون هيك ليش العلاقة بتكون عكسية لانه انت بالكومبتيتف بكل الثلاث انواع اللي هم الساندوش والإندايريكت والساندوش والإندايريكت والدايريكت العلاقة طردية كل ما زاد عدد الكومبليكسز بزيد الكونسنتراشن اما في الكومبتيتف الايزا بدك تدير بالك العلاقة اشمالها العلاقة عكسية كل ما انا كان عندي عدد انتجن او عدد لابلد انتجن طبيعية او عدد انتجن طبيعية كل ما منعت اللابل انتجن انها ترتبت فمعناته رح ينزل الكونسنتراشن فدائما ندير بالنا انه العلاقة مع الابزوربانس او مع الكنسنتراشن بالنسبة لانكم بتتبقي لعز علاقة عكسية والعلاقة للثلاث انواع التانيات علاقة طردية واللي ما بفهم هاي النقطة يبعتلي اياها مشان اشرح له اياها لحاله لو سمحتوا منكمل في الجزء الاخير من محاضرة اشتركوا في القناة